موسيقى كورونا دوسها بحلقة الناس دوس الحجر الصحي في مدينة أحفير وصلت على عائلة ديالي لقيتها مناسبة انني انجلس مع الضرب خصوصا انني ديما مسافر ديما جوال فهذه النقطة الإيجابية في جائحة كورونا شوف ان فكرة ديو هي فكرة فكرة مطروحة وانا اصلا كان عندي مجمع ديوات اللي كانوا ديوات ناجحة لا مع هجر عدنان لا مع نادي العروسي فخور بهم لا مع يسرى المصرية كان مجمع مدينة اللي كنت شجلتهم مؤخرا مع فنانين اللي تبارك الله عليهم عندهم كارير كبيرة وعندهم نجومية كبيرة كان سنا غير الوقت المناسب باش نصدرهم لان انا كان امن ان كل اغنية عندها وقت معين لنوصولها للساحة الفنية انا شوف انا اتلاجة عامرة انا الحمد لله فهد لكم فيلمو سجلت مجموعة من الاغاني مجموعة من الالوان الموسيقية سجلت الراي سجلت الرقادة سجلت المغربي العصري يعني حاولت نرضي جميع الادواق لكينا انا اصلا انا انسان ايجابي انا ما كان بغيش نشارك مع الناس مشاكلي ولا اي شيء سلبي حتى بين البني وبين صحابي جامي كان عاودش حاجة خيبة ولا شي حاجة ضراني هذا يمكن هذي حاجة اللي خيبة فيه انا انا ما كان عاودش بالنسبة لحياة الشخصية يمكن الى كان عندي شيء اغنية كنت اوضف فيها شيء تجريبة شخصية يمكن نعاودها ابخي في الانتيرفيو ولا نعاودها مع الناس بحال جيبا اغنية اللي كنت صدرتها كنت عايش فيها واحد القصة معينة اللي شاركتها مع الجمهور ديالي فاما باش غير نجي ونفتح الكاميرا ونقول الناس انا البارح كده كنت عندي كده وكده لا انا انا فنان كينشر الايجابية للناس وانا ادي اشاعة ديال الزواج ما عرفتش تبعيني بالعكس انا بريتش تكون اشاعة بريتش تكون حقيقة ولاش اشاعة بالعكس شوف قع اشاعة تزواج اشاعة زوونة مش اشاعة خيبة بالعكس كتكون فال سلمة غزالة وإنسانة جميلة قلبا وقالبا بالعكس يشرفني أنها تكون شركة حياتي لكن كانت شركة حياتي في الكليب وهي ممثلة رائعة وعندها مقاومات عالمية فكنت منها كل توفيق كل نجاح لا هي لجميع الفنانات المغربيات خصوصا هذا الجيل وهذه الممثلات اللي عادي الله بانوا جداد يعني عندهم واحد الموهبة واحد التالون كبير بزاف الله يوفقهم ومن سواك يقبل توبتي أنت إلهي غفور رحيم أغنيات سبحانك الله كيفما قلت لك أنا دائما أنا أصلا بديت بالقرآن الكريم و بديت بالأناشيد والأمداح الدينية فدائما كان عندي ذاك الحل بأنني ندر شيء أغنية دينية تكون بروفزيونيل للعائلة لأصحابي للنس اللي كان عارف دائما كي يقول لي بادرة سلطان تبديتي بالقرآن تدرنا شيء عمل ديني فأنا كنت تركز أن الفرصة المناسبة ونلقى شيء عمل اللي زوين اللي كان ارتاح له فالعمل عجبني وارتحت له وسجلته وأخي كانت كورونا فعز كورونا سجلته يعني وسجلته في مدينة أحفير في الجبال دي المدينة أحفير والحمد لله كان كليب زوين اللي دوزه مجموعة من الإداعات العربية وأنا هادشي اللي فخور بهادشي وإن شاء الله ما يكونش آخر عمل بالعكس من هنا القدام غنبير مجموعة من الأعمال الدينية لأن الأعمال الدينية مزيانة مزيانة الفنان أنه كل مرة ترضي حتى الروح ديالك شامس زاز الله يرحمها يكايت واحد الفنانة اللي كانت قريبة بزاف على قلبي خصوصا أن أنا شاركتها في المسرح في واحد في واحد الحفلة وكان واحد ديو بين وبينها زوين بزاف يعني كان ديو حقيقي كان ديو بين بين ولد والأم دياله خصوصا أن في ذلك البرنامج كان جاني اختيار بينها وبين واحد الفنانة واحد داخرة واختاريتها هي ما احترامي لجميع الفنانات لأن حسيت أن ذلك الفنانة مسكينة الله يرحمها ما كانش ما تعتلهاش حقها وحسيت أن العمل غير نجح يعني دائما الإحساس ديالي ما كيخيبنيش وحقيقة ذلك الديو كان من بين أنجح ذلك البرنامج وللأسف يعني الساحة الفنية المغربية فقدت واحد واحد سيدة اللي كانت سيدة متخلقة وللأسف ما تعتلهاش حقها ل جميع النواحي دعما كنقولو والله ما مشا لي الكلام يعني صراحة ما نبغوش نوصلوا لذلك الدرجة اللي وصلت لها خاص خاص الناس المسؤولين خاص المسؤولين يلتافتوا للفنان المغربي اللي يكون بحاجة للتفات فللأسف فقدناها ومنتمنعونا ما نفقدوش شي واحد بحالها يعني شنو غدي نقول لك هذة الجائحة يعني رأى خلتنا نفقدو مجموعة من الناس اللي عزازين علينا آآ للأسف يعني مع الدم ندعو لهم بالرحمة وهما وخات وفا غيبقوا ديما عايشين يعايشين معنا بأعمالهم وبإبداعاتهم اللي اللي إحنا كبرنا بها داك شي اللي قلت لك قبيلات أن أنا من بين الحواج ديما كنكون مسافر ديما ديما بعيد عليهم لكن مع كورونا عيوض ما نقلس في كازا أنا قلت نقلس حدا ممتي حدا الوالد حدا أخويا نشبع منهم ويشبع مني أكثر وفغيمو داز واحد لك يعني زوين بزاف الحمد لله يعني خصوصا أني عاد مؤخرا انتهيت من الدار الدار ديال الوالدية دائما كنقولها في المقابلات أن الحلم ديالي والحاجة التي أريد أن نقلس الدار الوالدية دار تكون زوين ودخلناها في أول نهار ديال المنمو سبحان الله أول نهار ديال المنمو دخلنا الدار جديدة صافي وبدأنا عاد كنكتشفوها كنكتشفو الدار وفرحنا وكلنا اللي قسم الله والحمد لله الحمد لله أصلا لا تخيل الحياة ديالي بدون العائلة ديالي حيث أنا عائلة كنكتشفوها وطيدة بزاف يعني لا أنا للوالد للأم للأخ لدينا واحد العلاقة وطيدة بزاف مرتبطين واحد الارتباط كبير فكما لا تخيل الوجود ديالي بلا بهم كنكتشفوها ربي تديني أنا قبل ما تديني شي واحد بهم أنا بالنسبة لي الأخلاق هي أهم حاجة في الإنسان مغير الفنان يعني الإنسان اللي ما يكون متخلق ما 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 نقدرش نتعامل معنا أصلا ف أنا كنتصرف على حسب تربيتي الوالد والوالدة علموني دائما أني نكون مبتاسم مع أي واحد دائما ما نقابل الإساءة بالإساءة أنا بزاف ديالنس اللي درو فيي الشر بزاف ديالنس اللي أداوني بزاف ديالنس اللي اللي يدرو فيي بزاف ديالحوائي يدرو فيي بزاف ديالحوائي خايبين والله ما كان قابل الإساءة بالإساءة كان دعيهم الله سبحانه وتعالى وكن كمّل طريقي أنا كان خاف من إمضاء عجب لي كلمة سنيات وقصة بي كان مت بالخوف حيث أنا أصلا تعرضت بالوعود فهمت فكان خاف نسني معايشي شريكة مؤخرا كنت مضيت مع شريكة شريكة عربية اللي هي معروفة على السعيد العربي وعندها مجموعة من فنانين الكبار ويشرفني أنني نضمت لهذه الشريكة وخصوصا أنه عقد إنتاج وعقد فيه مجموعة من حوائج لزوينين وكان معهم مجموعة من الأعمال الآوينة الأخيرة اللي جاية ونتمنى ربي يكمل عليها بالخير ويكمل على جميع الفنانين إن شاء الله بالخير والنجاح أخي بحاجة ترطي في 2020 هي كورونا هي كورونا يعني كورونا شادي نقول هي الحاجة الوحيدة اللي اللي زيما الخيبة في 2020 اللي جات و و زيما دمراتنا عدباتنا عدباتنا وفي نفس الوقت تعلماتنا بالنسبة لللقاح أنا كنت متخوف الأول أنا ليبراء وما كان دراج فين عدو شيعة كبيرة لكن أبخي تشجعت لأن خاصنا نوقف هذا كورونا باش تلعود ترجع لحياتنا العادية اللي كنا عايشينها و فاش شفت أن أول ناس غير هاد اللقاح هما رجال أمن رجال الصحة يعني الناس اللي 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 يخافوا علينا ولي يحميونا هما اللقاح فبالعكس أنا تشجعت وكانت شجعت وكانت شجعت وكانت شجعت على الناس أنهم يديروا اللقاح باش باش نوقف هاد كورونا وترجحيتنا كيف فلول أو أحسن إن شاء الله دخيل الله وبعد الله دخيلك ولا ظنك ترد ترد الانتخ أحسن 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 سلطانة وبجديد بدر سلطان وبكل ما يخص بدر سلطان وعلى هذه الالتفاة طيبة وكان شكر جمهور اللي كيتب عبر موقع سلطانة سلطانة وسلطان سلطانة 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 قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جميع